أنا عمري مرضيت عن شغلانة اشتغلتها بالنسبة مية في مية فأمر واقع هل كنت متوقع له النجاح ده؟ الحمد لله على النجاح ده جداً كل شغلانة أنا دخلتها كنت حاسس بعد ما اتفرج عليها أنا كنت لازم أعمل الحاجة هنا كان لازم أعمل كذا هنا كان لازم أعمل كذا هنا لازم كان يحصل كذا فعمري مرضيت بس النجاح الحمد لله أنت أصبت كمان وأنت بديشتغل فيه عملت حادسة مرتين مرتين مرة بموتسكل ومرة حادسة موتسكلك الجامدة جداً ومرة تانية في أكشن في صالة مغطاة نزلت على سنة طيب ليه مجيبش دوبلير يشتغل مكانك؟ أنا غلط أنا غلط يعني لما في مشاهد تاني فيها خطورة عمري ما اشتغل أنا دوبلير إلا لو يعني كل المسلسلات اللي شفناها قبل كده كل المسلسلات دوني ساسنة قولها دوبلير مش البطل اللي بيشتغل ضعيي ما أنا أخذتك الجلالة بقى وأول مسلسل لو عايز تعمل بقى والكلام دو كله وروح السقق جد فيها أمر واقع ده كان مرعب بالنسبة لي وكان نقلة برضو فكرة من بعد أن أنت بتعمل قدام ما يعيز الدين البطل قدامها أو بتعمل قدام أستاذة يسر بطل قدامها أنت بقيت تعمل مسلسل بتاعك لوحدك مش لوحدك أنا أسف طبعا فيه أبطال مجوم طبعا زي أحمد وفيق زي مش أنت بطل المسلسل يعني بس أنا قصدي يعني أن أنت ما خفتش أنت من التجربة دية لا ما خفتش من التجربة عاصل التجربة دية تطلع يا تنزل أنت عارف طبعا كان لازم بيجي وقتها ربنا يكتب إن شاء الله كنت عايز وقتها يجي وربنا كتب أنه يجي السنة اللي فاتت خصوص أنت بتعمل أفلام بطلتك بس المسلسلات الدخول فيها بيبقى أصعب شوية أن أنت تعمل مسلسلك وتحمس شركة أرومة وأكتب المرتضة وأستاذ وريد صبري إن بالموضوع بتحمس القصة الدكتور محمد رفعت المؤلف بمحمد أسامة المؤخرج التركيبة على بعض تخليك إنه هو أنت فعلا زي ما حضرتك قلت يا تعالى الفداك أن أعمل لي نوع من أنواع قعدت فترة كبيرة جدا أنا تعبان نفسيا حتى يعني بتعب على شغل كتير خصوصا أنه ما كنتش آه كنت بتهتمل لما بتجي تعمل قدام الأستاذ هي أسرة أو بتعمل قدام ما هي عز الدين آه طبعا بتهتمل بالمسلسل كله بس ما بتبقاش هايلي الهم الرهيب اللي أنا حسيت بيهم بسعادة فكنت شايل هم كل حده كل لين وكل حد يطلع شكله عامل إزاي ومسلسل نفسه وغباره عن إيه طب الحلقة دي فيها إيه أكلم دكتور محمد رفعت أقول له دكتور كذا أكلم محمد أسامة أروح المونتج كان الموضوع متأيب جدا طبعا ترجمة نانسي قنقر